طب حريك ذكرت انه التشوهات في الرحم بتؤذي الى مثلا الجهاض الكل شوية احمل ايجي الجهاض طب هل ليه علاج؟ هل ممكن في الاخر الممكن الواحد يعرف يكمل في حمله ويخلف ولا الموضوع صعب؟ هنرجع بقى للسؤال اللي كنت سألتين من شوية اللي هي خطرتها عشان احنا وقفنا في الحتة دي هو برضو تاني درجة التشوه هتقدي او تعرفني مشكلة الاثار السلبية الطبية اللي علاية او للدرجة او العلاج او الوسائل العلاجية اللي ممكن استخدمها مثلا لو عندي حاجز في الرحم اللي هي اكثرهم شيوعا حلا بسيط جدا بنعمل عملية بالمنظر الرحم ومنشيل الحاجز اللي في النص وده كده بمجرد ما تشال وطبعة بسيطة وبعض العلاجات الدوائية تقدر تحمل تانية وده برضو الحاجز في الرحم مش هنكتشفه غير بعد البلوغ او بعد الحمل اصلا لما تتجوز وتبكيدي تبقى عندها مشكلة في الحمل لما تتجوز اصلا طيب معلش اجبلك المثال بطريقة تانية حضرتك لو عندنا حد في العيلة بنته وصلت لمرحلة البلوغ بلغت بقت جيلها دورة بقت في الكلية في الشغل في المرحلة دي كلها ايه الشكوة اللي هتشتكيها طبعا ايه ما فيش ايه شكوة فانا هعرف منين في المرحلة دي يبقى تاني انا مش هكتشف الا لما بقتدي اشوف وظيفة الرحم ما اشتغلتش لأهيه وانظفة الرحم لأسيق الحمل فيبقى ساعتها هيبقى ابتدي عيني او مخي يبتدي ركز معي ينتبه ان في مشكلة في مشكلة في النقطة دي فنرجع بقى للحاجز في الرحم لو اكثرهم شيوعا حلوا بسيط جدا بعملية بسيطة عن طريق من زر الرحم بنشير الحاجز دوت وتقدر تحمل بعدها على طول على طول بعدها طيب لو مثلا رحم احد القرن او ذو القرنين او حجم صغير بمعنى اصح ده بيبقى حلها ان هنا بنخليها تحمل فده بيخلي الرحم يبتدي يوسع بالتدريج وممكن نستخدمها حاجة اسمها ربط عنق الرحم نربط على الرحم او على الحمل فيما معناها يعني عشان يقدر يكمل فترة طويلة بالرغم ان حجم الرحم اصغر من الطبيع بيبقى تقريبا نص الحجم الطبيعي بتاع الرحم دي الحلول البسيطة انما لو حاسق مثلا مفيش رحم دي مش موجود لها حل عندنا او حادي القرن لا حلها زي ما قلنا ان احنا نخليها تحمل ونعمل ربط للرحم حاجز يتشال وهكذا طيب دكتور احنا بنلاقي اوقات اهالي بتبقى قلقنا شوية على بناتها فبيعملوا كنوع من انواع الكشف الدوري سونار مثلا هلو الام عملت لبنتها سونار بعد البلوغ تكتشف ان في مشكلة في الرحم يعني كنت مستغل لغاية الحتة اللي انت وقتها في الآخر لغاية بعد البلوغ لان قبل البلوغ مش هنكتشف ليه الرحم البيت طفلة صغيرة وهي مثلا لسه مولودة يوم او يومين او سنة او اتنين او ثلاثة الرحم حجم صغير قد كتا انا لو عملت لغاية صونار في المرحلة دي عشان نشوف مو داخل البط هلا ايه صغير طب ده هيجبر ولا مش هيجبر طب هيجبر ويبان قدامي ان هو ذو القرنين ولا لا ففي المرحلة الصغيرة دي مش هيبان فحتى لو هي كان الفضول بتاعها او الوسواس اللي عندها خلاها تكشف بدري مش هتكتشف بدري لما بنوصل لمرحلة البلوغ بيكون الرحم ابتدى يجبر فلو كان في عيب حيبتدي يظهر بقى ساعتها بالصنار او خلافه طب لو انا تم اكتشاف المتشوهات في الرحم من بعد البلوغ هل بتفرق لو انا اكتشفتها في سن صغير او لو انا اكتشفتها مثلا بعد الجواز فبالتاني انا سني كبر شوية يعني السرعة في اكتشاف المرض ده او التشوه في الرحم هينكزني بعد كده في المخاطر بتاعته على حسب درجة التشوه لو في حاجة اقدر عملها بدري حعرف عملها انما لو مش حاجة مش هعرف عملها مش هتفرق بالنسبة للك اكتشفتها وهي لسه مولودة او هي عند عشرة سنين او هي متجوزة زي تاني لو الرحم مش موجود او الرحم ما تخلقش اصلا مش هعرف عمل حاجة لو هي طفلة او اللي هي متجوزة طيب في حاجة تانية كمان بالنسبة لحكاية اللي لو انا اكتشفت بدري هو انا لو اكتشفت بدري ممكن ابتدي ادور بدري انما في حاجات مش هعرف عملها يعني العملية اللي احنا بنعملها عشان نعمل حاجة اسمها ازالة الحاجز الرحمي ده دي مندخل منظر من فتحة المهبل لغاية الرحم ونشيد منها طيب لو هي انا سنحعمل العملية دي ازاي بدري فمش هعرف عملها فانتظر لغاية لما تتجوز ولكن انا ممكن ابتدي اشك بدري شوية في ايه ان تكوين الرحم او جهاز دناسولي الداخلي مرتبط بشكل او اخر بالجهاز البولي وساعات الجهاز العصبي ناحية الاظن فلو لقيت الطفلة مولودة عندها بعض العيوب الخلقية في الجهاز البولي او ناحية الودن او غيره انا ابتدي ادور على عيوب اخرى لان عادة لما بيكون طفلة عنده بعض التشوهات الخلقية مش الورصية لازم ابتدي اركز ان يكون عنده عيوب تاني طيب ركزت ولقيت فعلا في حاجة اه ابقى عرفت فابتدي اسعى من دلوقتي ان انا اجهز او اعرفها للدكاترة وخليها تبقى عارفين ايه الوسائل القدامي وابقى متجهز في مرحلة البلوغ او مرحلة الزواج للعملية اللي هبتدي اعملها انها ما هعمل حاجة وهي صغيرة لا مش هعرف طب عايز عرف الحرك هل في عداد غلط الام بتعملها او اكل معين هي بتاكله ممكن يعني يسبب تشوهات في الرحم في الاغلب لا ده مرحلة او خطوة من خطوات التخليق فشلت فقدت التشوهات دي بنسبة ممكن نقول 99 وتسعة من عشرة في المية ما فيش دخل الام فيها زي ما قلت الحضرق في الاول كان بعض الادوية بتستخدمها لامات عشان تعمل اجهاض او خلافه وده كلام ده كان زمان يعني في الستينات والسبعين دلوقتي بطل يتعمل خالص اصلا دكتور حريك عارف ان انا بيهتين نقطة مهمة قوية لان انا كنت فاكرة ان التشوهات في الرحم ممكن نكتشفها من الطفلة صغيرة فبالتالي هيبقى ليها علاج ولكن اللي احنا اكتشفناه خلال الحلقة انه لا هو ما فيش حاجة هتكتشف غير يا اما بعد البلوغ يا اما حتى طريقة العلاج مش هتتعمل غير بعد الجواز فبالتالي الاهل كابة او ام عليهمش اي دور غير لو البنت اشتكت لا عليهم دور ايه بقى اولاني في وقت الولادة نفسها يعني نقول اغلبية الامهات او لما بيبيت ولد لو ملاقيتش الشكل الظاهري ولد يبقى ده بنت ما بتدورش مع انه ممكن بكل بساطة يكون الشكل الظاهري انها بنت وهي مش اكتر من كده فلازم تخلي الدكتور الاطفال وهي تكشف كويس او تتأكد انها بنت بجد لان فيه معلومة برضو من الناس كلها ما تعرفها او يعني من اشياء اغلبية الناس عارفها ان كل الاجنة ذكور واناث كلهم لو ما حصل لهمش تنبيه معين في مرحلة اثناء الحمل هيكملوا كاناث مش فاهم يعني ايه لا انا مش فاهم ايه وبيبي بنت مفترض هيتكون شكل خارجي ده بنت وده ولد لأ هم كلهم هيتكونوا كبانات ولكن عشان ده ولد الجينات بتاعته اكس واي او هو ولد يعني هتطلع اشارة معينة وهو لسه داخل البطن منطق يكمل كولد لو الاشارة دي ما طلعتش وهو لسه ولد هيكمل كبانت الشكل الخارجي اوكي طب هل الدكتور ممكن يكتشف حاجة زي دي حلو ده اللي انا بقوله بقى ان لو انا مركزتش انها مجرد شكل اللي هو الشفراتين الخارجياتين دول هم اللي قدامي بس ما دورتش اكتر من كده انا ممكن ما اكتشفش ان هو ده كان الجينات بتاعته ولد الا وقت البلوغ اوكي عشان كده انا دور الاب والام والدكتور اللي بيولدها ودكتور الاطفال انه وقت الولادة يتأكد كويس قوي من الشكل الظاهري اللي قدام عينه انه هو مش مجرد شكل ظاهري بنت لا يفحص كويس عشان يتأكد انها بنت احنا بالنسبة لنا انها صلت ولد نبسها فساتين بامبة والحاجات انما مش هندور فلازم ندور كويس يبقى دي اول نقطة النقطة التانية لو في عيوب خلقية اخرى يبقى لازم اراكتز ودور كويس قوي بغض النظر ان انا ممكن معرفش اخد خطوات علاجية دلوقتي بس لازم ادور واكتشف وشخص ما انا لو مشخصتش النهارده ممكن تفوتني المرحلة دي متأخر او اصاب بصدمة نفسية عصبية اجتماعية مادية كل الكلام ده متأخر انما لما جاهز نفسي بنبادري ابقى عارف الخطوات بتاعتي النقطة التالتة ان وقت البلوغ اول لما طبعا الامهات بتبقى عارفة الكلام ده ان اول لما البنت توصل لمرحلة البلوغ اراكتز كويس قوي اي خطأ في او اي تأخير او اي مشكلة بتظهر فيها خلاف المعتاد الام شديدة قوي الدورة بتيجي كل فين وفين او بتجي لها مرة في السنة او لما بتيجي بتبقى البنت حرفيا تعبنة شكلها هتموت من كتر الالم محتاجة تخش المستشفى تاخد مسكنات لما لقي الاعراض الغريبة دي هنا اركز معها شوية ودور لان كل العيوب الخلقين اللي قلنا عليها من شوية زي الحاجز الرحمي او زو القرنين او اهدي القرن بتعمل الالام الشديدة دي او تخلي الدورة ليلة او تنزل متأخر كل فترة من ده فانا بتدي ادور من بدري اكتشفتو هي انسة ومش حرف اعمل علاج مهم انسة بس على الاقل لما تيجي تتجوز ابقى مجهز نفسي ما استناش لما تحمل ويحصل مشكلة وابتدي احضرها لعلاج من قبل ما تتعرض لمشاكل الحمل طب هالحرب تنصح الامهات والاباء ان هما يعملوا لبناتهم كشف دوري من بعد البلوغ احتياطي عشان نبقى برضو عارفين الوضع ايه ولا لأ لما بنتي تشتكي وقتها اعمل الكشف لو انا مركز من اول مرحلة الولادة ثم البلوغ يبقى الموضوع مش هيحتاج ان انا اعمل كشف دوري ولكن زي ما قلنا اركز اركز مع الطفلة بتاعتي من اول لما تولدت من اول ما شخصت من اول اكتشفت انها بنت ويبتنمو المظاهر الانثوية ظهرت عليها بدري في معادها ولا لأ وقت البلوغ نزلت الدورة ولا نزلت معها حصد معها اعراض غريبة ولا لأ لو انا اكتشفت الكلام ده او اركزت مع الكلام ده خلاص انا مش محتاج اعمل خطوة تانية دي اهم نقطة في الموضوع انما لو احنا خدناها حتى بالنسبة الاحصائية ان انا عندي مثلا نقول اربعة في المية فانا مش معقول ان انا كل البنات اللي هيتولدوا اعمل لهم فحصات وصنار واما ارآي او رانين مغناطيسي وخلافه عشان اكتشف بنتين او تلاتة وممكن انا كمان معرفش اكتشفهم لان هما لسه اطفال صغيرين او حتى في مرحلة البلوغ كده ارهاق مدي على الدولة لو كانت تأمين شاملهم او على الاسرة عملت الميد طفلة كل واحدة فيه كلفتها مبلغ فلاني وهي في الاخر كلهم سلام حيطلع لي بنتين منهم وهكذا فانا في منظور يعني بيسموه حاجة اسمه كوست فانفت ريشيو انا بكلف نفسي قد ايه وقت ومجهود ومادة عشان اتشخص كم في المية دي انسانيا مش هتبقى يعني مش منظورة كويس ولكن هي فعليا في الاماكن اللي بتأمين الشامل عليها كلها بيفضلوا ان الكلام ده وقت الشكوى بس